قتل تسعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية على محاول ريف تلتمر حيث دارت المعارك عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرية العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلنت وزارة العدل السودانية أنها وقعت اتفاقا بين حكومة السودان وأسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول وأوضحت في بيان أنه في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادث التفجير المدمرة الأمريكية كول في العام 2000 التي لا تزال إجراءات التقادي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية